إيه هي أدلة وجود صدوم معمورة؟ وهل في أدلة على حدوث حريق هائل حصل في صدوم معمورة؟ بالتأكيد موجود صدوم معمورة كبلدتين وتعمل أبحاث علمية دقيقة جداً اتنشرت في مجلة ناتشر العلمية اتكتب التقرير اللي صدر في مجلة ناتشر اللي احنا شايفينه على الشاشة من حوالي عشرين عالم في عدة تخصصات كتير قوي راحوا في منطقة في الأردن وعملوا الدراسة دي مدة خمستاشر سنة بيعملوا الأبحاث والدراسة على المنطقة اللي كان يفترض أن موجود فيها صدوم معمورة بحسب جغرافية الكتاب المقدس لقوها في منطقة في الأردن اسمها تل الحمام تل الحمام زي ما احنا شايفين في الصور والأبحاث اللي اتنشرت على المجلة العلمية إن مدنتين صدوم وعمورة موجودتين بالفعل العلماء العشرين اللي نشروا البحث دول على مدار 25 سنة قاسف قالوا إيه في البقايا اللي وجدوها اللي احنا شايفينها حللوا الأرض التربة وشافوا هل فعلاً اللي كتب في الكتاب المقدس الموجود في الطبيعة لقوا إن المدنتين دول تعرضوا الضمار شديد جداً يجبه تماماً الضمار اللي حصل في شرق سيبيريا سنة 1908 بسبب سقوط نايزك مشهور في الوقت ده اسمه تنفوسكا فقالوا إنه فيه دمار حصل أدى إلى عاصفة نارية شديدة زي اللي حصلت فيه سيبيريا أدت إلى حريق هائل بالنسبة لمنطقة صدوم وعمورة لقوا كمان حاجة مهمة جداً لما حللوا التربة لقوا فيه كتل ضخمة مكونة من الرمض وفيه فحم وفيه معدن منصهر طوب طيني بتاع المدينة منصهر لقوا الرمل تحول إلى زجاج وبقايا عظام بشريات طبعاً كون إن الرمل في حد ذاته تحول إلى زجاج ده معناه إن فيه قوة نارية شديدة جداً إنه تحول الرمل إلى زجاج يعني وقالوا إنه بعد ما عملوا الدراسات دي إنه البقايا اللي موجودة بالشكل ده مش ممكن تحصل إلا في وجود درجة حرارة لا تقل عن 1500 درجة مقوية حصلت في المكان ده بحيث حولت البقايا المنصهرة دي للي إحنا شايفينه طبعاً دراسات دقيقة يعني مش مجال عرضها لكن بنقول إيه اللي حصل فيه الدراسة اللي إحنا شايفينها على الشاشة وقالوا قدرة الإنفجار اللي خلت العناصر دي تدوب مع بعض العناصر دي مش موجودة كل شيء منفرد كلها منصهرة مع بعضها قالوا ده يشبه اللي حصل في كنبيتة هوروشيما بألف مرة يعني ألف مرة اللي حصل بسبب كنبيتة هوروشيما وقالوا بالتأكيد أنه ما قبل إصابة المدينة بهذا الحدث الرهيب لا بد أن يكون كل سكان المدينة قد أصيبوا بالعمى نفس اللي جيه في سفر التكوين أنه قبل ما تقع الحدث دي أصيب السكان بالعمى دوت العرض الجغرافي أو التاريخي اللي اتنشر على مستوى العالم من عشرين عالم في مجلة علمية محترمة أثبتوا أنه سدو معمورة حصل فيهم نفس اللي حصل في سفر التكوين وأن مكانهم هو نفس المكان الجغرافي اللي موصوف في سفر التكوين